أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الدولة تعمل على تنفيذ عملية تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية وذلك من خلال مشروعات تأهيل الطراع والنصاقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام وتحلية المياه خلال اجتماع لمناقشة فرص التعاون مع وفد البنك الدولي أكدت الوزارة أن التحول لنظم الري الحديث يأتي بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات